موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة أخبار سيفين إي نيوز من قناة ظفرة أهلا بكم والبداية مع العنوين رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين ولي العهد السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني بايدن يصل المكسيك لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية تفريق مثيري الشغب من الكونغرس الوطني في البرازيل هذه كانت العنوين وإلى التفاصيل أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ليوم مرسوما اتحاديا بشأن تعيين معالي علي محمد حماد الشامسي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مرسوما اتحاديا بتعيين سيف العرياني مستشارا في ديوان الرئاسة تحدث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في مقال رأي اختص به وام عن تعزيز حضور الإمارات عالميا بالمزيد من الانفتاح على العالم من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية دوليا وأقليميا كما تطرق إلى ترسيخ مكانة الدولة كمساهم رئيسيا في جهود تعزيز التعاون الدولي لإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومن أبرز النقاط التي جاءت في المقال الانفتاح على العالم نهج إماراتي أصيل تمارسه الدولة منذ تأسيسها الانفتاح على العالم من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ولقد انعكس توجه الإمارات نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العالمية على قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي سجلت أرقاما تاريخية غير مسبوقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة باللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية لإمارة الشارقة في التعامل مع حدثة تساقط الصخور مساء أمس نتيجة للأمطار على الطريق المؤدي لاستراحة السحب في مدينة خرفكان حيث باشرت الفرق المعنية باتخاذ الإجراءات الأولية لحفظ سلامة مرتدي الطريق وذلك بإغلاق الطريق لمنع دخول الجمهور وتنظيم عملية دخول وخروج المعدات والآليات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للدفاع المدني والآن إلى الأخبار العربية والعالمية من سيفن إي نيوز استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي بالعلى قائد الجيش الباكستاني رئيس الأركان عاسم مونير جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وكان الأمير خالد بن سلمان استقبل في الرياض الأسبوع الماضي رئيس أركان الجيش الباكستاني وأجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث التعاون العسكري والدفاع وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بقيت حركة الملاحة في قناة السويس العالمية منتظمة بالرغم من العطل الذي تعرضت له سفينة إنفي جلوري وفق ما أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع حيث تعبر عشر بالمئة من التبادلات التجارية العالمية وأفد ربيع في بيان أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعامل باحترافية مع عطل ماكينات السفينة التي كشفت شركة الشحن ليث المشغلة لها عن تعويمها وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة مكسيكو سيتي قبل قمة مرتقبة لقادة أمريكا الشمالية ستجمعه الثلاثاء بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والكندي جاستين ترودو وسترق القمة لقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتغير المناخي وقبل وصوله توجه بايدن إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة الباسو وهي نقطة العبور في ولاية تيكساس التي تشكل محور الجدل حول تضفق تاريخي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الترف عنهم كشفت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيزور إسرائيل خلال الأيام القادمة ووفقا للصحيفة فإنه على خلفية خوف إدارة بايدن من الحكومة سيصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل قريبا وتأتي زيارة بلينكين إلى المنطقة في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والفلسطينيين على خلفية الخطوات التي اتخذها وزير الأمن القومي إتمار بين غفير واقتحامه للأقصى قبل أسبوع دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى مزيد من الأموال وتخفيف عبء الديون والتمويل لمساعدة باكستان على التعافي من فيضانات العام الماضي المدمرة قائلا إنها ضحية مضعفة للتغير المناخي والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا وقال غوتيريش أمام مؤتمر دولي في جونيف يسعى لمليارات الدولارات لدعم التعافي من الكارثة لا توجد دولة تستحق أن تتحمل ما حدث لباكستان دفع الأمير هاري في مقابلة تلفزيونية عن مذكراته واصفا إياها بأنها ضرورية رغم أن مقتطفات أولى منها تهدد بزيادة الشرخ داخل العائلة الملكية قبل أربعة أشهر من تتويج الملكة شارلز الثالث أثار اقتحام مئات من مناصر الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو مقر الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا بعد أسبوع على تنصيب لويز إنياسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد مواقف دولية منددة بالهجمة على الديمقراطية وندد عدد من دول العالم بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول أمريكا اللاتينية بالاقتحام فيما وصفت البرازيل المتظاهرين بالمخاربين الفشيين وقد اندلعت مصادمات بين قوى الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق واستخدمت قوات الأمن الغاز المسي للدموع لكن جهدها فشلت في تفريق المتظاهرين وقال الرئيس البرازيلي ما فعله هؤلاء المخربون هؤلاء الفشيون المتعصبون لم يسبق له مثيل في تاريخ بلادنا أولئك الذين مولوا هذه الاحتجاجات سيدفعون ثمن هذه الأعمال غير المسؤولة وغير الديمقراطية أعلنت السلطات المحلية في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك أن شخصاً واحداً على الأقل لقي مصرعه وأصيب 16 أخرون في حادث تحطم قطارين مترو في المدينة قالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي في تغريد على تويتر إن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات محلية وإن ثلاثة من الأشخاص الأربع المحاصرين في عربات القطارين قد تم إنقاذهم من جهته قال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي على تويتر إنه فتح تحقيقاً في سبب تحطم القطارين مضيفاً أنه تم إرسال فرق رعاية الضحايا إلى موقع الحادث ويذكر أن مترو مكسيكو سيتي هو أكثر وسائل النقل استخداماً في البلد أما الآن إلى مقال اليوم وإلى مقال اليوم من موقع سيفين إي نيوز بقلم الكاتبة الدكتورة نادية بوهناد بعنوان الصحة النفسية والعقلية بعد كورونا جاء فيهم فيروس كورونا لم يسبب أضراراً جسدية بل سبب أضراراً نفسية وعقلية لمعظم الناس في العالم أن تعيش في عالمك الذي تضمن فيه سلامتك بطريقة أو بأخرى وتستيقظ اليوم التالي على خبر يحطم كل الضمانات النفسية والعقلية وحتى المادية لديك هو بالتأكيد أمر صادم كانت صدمة قوية وغير واضحة المعالم وناقصة المعلومات لذلك كان الخوف هو المسيطر على الناس الخوف من المستقبل الذي سبب القلق والخوف من الاختلاط بالآخرين والخوف من العدوى انتهاءاً بالخوف من الموت الخوف من فيروس كورونا أنتج أمراض نفسية وعقلية كان الناس لا يعيرونها اهتماماً كبيراً مثل الاكتئاب والتوتر والقلق من الطبيعي بعد عودة الطلبة للمدارس والموظفين لمكان العمل وبعد فترة الحجر المنزلي أن يشعر الشخص بالقلق وهو ما يطلق عليه قلق إعادة الدخول وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة الدكتورة نادية بوهناد استشارة نفسية وتربوية تحياتي دكتورة مرحباً أهلاً وسهلاً بكي أهلاً بكي أهمية هكذا طرح دكتورة في هذا المقال والذي يتحدث عن الصحة النفسية والعقلية بعد كورونا ماذا تريدين أن تقولي إذا سمحت طبعاً كلنا نعرف أنه لما كورونا يعني دخلت الناس في الحجر الصحي في الحجر المنزلي أو الحجر المنزلي صار الناس خايفين مش بس من موضوع أنه قاعد في البيت موضوع أن كورونا نفسه ما كان فقط يعني مرض طب عادي كانت جائحة فالكل صار عنده مثل ما أنت ذكرتي في بداية المقال وقرأتي أنه صار فيه خوف على مراحل يعني اللي أبغي يقوله أن كورونا أكيد أكيد خلف خوف مع أنتهاء الجائحة هذا الخوف ما زال مستمر في كثير يعني ما عندي أرقام لكن في ناس أعرفهم لحد نهاية السنة اللي فاتت كانوا رافضين يرجعون للعمل وفي ناس لليوم وبكرة صاروا يتجنبون حتى أي شخص عند مثلا رشح أو زكام أنه ما يبغي يعدي نفسه لأنه صار فيه خوف أصلا من المرض نفس بدرجات المختلفة أو حتى من الموت فكورونا في نفس الوقت وعى الناس نفسيا الصحة النفسية خلاهم ينتبهون أكثر لأن قاعدة البيت والخوف من المرض سببت قلق سببت اكتئاب نوبات هلع عند الناس كثيرين فيه حتى الرهاب الاجتماعي صار والخوف من الاختلاط بالآخرين أن الناس خلاص تعودت على قاعدة البيت فاللي أنا بقوله أن في هذا المقال أن أتمنى نتمنى كلنا أن المشاكل اللي خلفتها كورونا تنتهي ولكن في نفس الوقت هي سوت توعية للصحة النفسية وإن شاء الله الأيام المقبلة والدراسات بتأكد لنا أكثر شو هي التأثيرات هل هي بتستمر هل هي بتقل أو مثل ما أنا ذكرت في مقالي كانت في دراسة طولية عملوها على ناس من طفولة لألكبر لقوا فعلا أن بعد كورونا أدمغت الشباب المراهقين تغيرت شاخت صارت أكبر من السن المطلوب يعني من القلق من الخوف من عدم تقدير من ملداتهم من اللوكداون عدم الاقتلاط بأصدقائهم فكورونا ما كان مجرد مرض يعني جانب النفسي كان أكبر بكثير من الجانب الجسدي في وجه التاظر يعني شكرا لك دكتورة طبعا أضم صوتي لصوتك الدكتورة نادية بوهناد كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك والآن مع أخبار بانوراما من سيفن إي نيوز أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن أسماء الفائزين في أول 11 سحب من حملة مهرجان دبي للتسوق استمتع ببريق الذهب للحفاظ على إرث مهرجان دبي للتسوق العريق تلتزم مجموعة دبي للمجوهرات بتقديم تجربة تسوق فريدة وممتعة للمتسوقين ومنحهم فرصة للفوز بجوائز كبرى خلال الحبلة المستمرة حتى 29 من يناير 2023 يفاجئ معرض CES الذي يقام سنويا في لاس بيغاس العالم باكتشافات متطورة في مجال الإلكترونيات وابتكارات تفوق الخيال وطبعا تجذب نسخة هذا العام أنظار باكتشافات متطورة ومتقدمة يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية وإلى كاريكاتير اليوم بريشة الفدان محمد عبداللطيف من صحيفة الشرق القطرية بعنوان الواسطة أما إنفوغراف اليوم من موقع سيفين اي نيوز بعنوان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان أما تغريدت اليوم من صفحة بريطانيا بالعربي على تويتر غردت لسنة السابعة على التوالي لندن تتصدر قائمة أفضل مدن العالم وإلى حديث الكاميرا من عمان حيث تم العثور على مستوطن استثنائيا من العصر البرونزي في موقع الغريان أما الآن إلى أخبار الاقتصاد من سيفين اي نيوز أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجيا من كافة السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين خمسة وستة أشهر وتفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع في الظروف العالمية الصعبة نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك صعوبات الإفراج عن السلع والمواد الخام مع تكبد المستوردين مبالغ وغرامات التأخير بالموانئ وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية نتابع النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من سيفن اي نيوز سيطر أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في فئات السباق دبي الدولي للدراجات المائية الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2023 والذي جرت أحداثه في شواطئ جزر دبي وحقق السباق الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعليات يوم دبي البحر وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم نجاحا كبيرا بمشاركة ثمانين متسابقا مثل أحد عشر دولة إلى جانب نخبات أبطال الإمارات تنفس على ألقاب أحد عشر فئة متنوعة على فترتين صباحية ومسائية ترجمة نانسي قنقر كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يسعى جاهدا لتعزيز صفوفه بضم ليونيل ميسي في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعب من العيار الثقيل لا سيما بعد نجاح النصر في ضم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالي حيث يعاني الهلال في يناير الجاري من قرار الحرمان من ضم لاعبين جضد بسبب العقوبة الموقعة على النادي في أزمة لاعب الفريق محمد كانو وعن أحوال التقص في بعض الدول العربية والعالمية النشرة انتهت وهذا تذكير بالعنوين رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين ولي العهد السعودي يستقبل قائد الجيش الباكستاني بايدن يصل المكسيك لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية تفريق مثيري الشغب من الكونغرس الوطني في البرازيل نهاية النشرة من سيفن اي نيوز بأمان الله اشتركوا في القناة